عقدت في مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء ورش تدريبية تعنى بالمسرح والفن التشكيلي والإعلام الرقمي ضمن مشروع تلاقي الذي تنظمه وحدة الإرهاب والتطرف في وزارة الثقافة بهدف رعاية إبداعات ومواهب الشباب واستغلال أوقات فراغهم في سياق تفعيل الثقافات الإبداعية للشباب نظمت مديرية ثقافة الزرقاء ورش تدريبية ضمن مشروع تلاقي والذي يهتم في مجال الفنون المختلفة كالمسرح والفن التشكيلي والإعلام الرقمي والموسيقى برنامج تلاقي برنامج أطلقته وزارة الثقافة لتنمية مواهب الطلاب من عمر 12 إلى 13 سنة إلى 23 سنة في عدة مجالات الموسيقى والإعلام الرقمي والفنون التشكيلي والمسرح طبعا لا يشترط أن يكون عند الطالب أي موهبة لهذه المجالات يشترط أن يكون عنده رغبة حتى ينميها ويطلع عن جو التلقين الدراسي وتعمل هذه الورش على تنمية قدرات الطلب المشاركين والانفتاح على كافة شرائح المجتمع من خلال جلسات الرسم والموسيقى والمسرح عدا عن الفائدة الإيجابية التي تنعكس على شخصية الطالب المشارك اشتركت بورشة موسيقى صراحة كان شي كتير حلو يعني بس سمعنا عنها ما توقعناها زي من لما إجينا عليها وهي طلعتنا من جو المدرسة أو الجامعة اللي إحنا فيه وبصراحة كتير يعني نمت عنا روح الفريق الواحد أنا من دورة الإعلام الرقمي استفدت كتير منها وطورت شوي من مهاراتي وكان في عندي نقاط ضعف وسديتها وتعلمت حوارات كتيرة تعلمت أني أنخرط المجتمع بشكل أكبر يكون عندي معلومات كم أكبر أصنع فيديوهات والأهم من هي أن أتقبل الآخرين بشكل كبير شاركت في دورة الموسيقى بدورة طلاقي وإحنا بنشكرهم كثير لأنه أبعدونا عن نشاطاتي المنهجية وتعلمت فيها تمرين السول وكيفية تأديت بعض الأغاني نشر الثقافة والفنوم بين الشباب وتلبية الضوء الفني لهم وسقل شخصياتهم من خلال الإنخراط الفعال بالأعمال الفنية كان هدفا بارزا لهذه الورش التي تستمر لشهرين كاملين قابلين للتمديد من محافظة الزرقاء محمد أبو علوان أروا يا ترجمة نانسي قنقر